مرحبا وكيف الحال عندك ضعف في المناعة وبتمرض كتير او انه ايجاك الكورونا وطلع عن اهلك بسبب ضعف مناعتك عندك اكتئاب بسبب شعرك اللي عماله بتساقط بالجملة وجفاف جلدك اللي ما بتعرفيله حل مهما دهنتي او انه الام مفاصلك وعضلاتك ما بترحمك على فكرة كل هذه اعراض من اعراض نقص الفيتامين دال الفيتامين دال مهم جدا للانسان مهم جدا ياخده يوميا ومعظم الناس عندهم نقص بفيتامين دال وهذا الموضوع لا بحاجة لا دراسات ولا ابحال في علقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالفيتامين دال ايش هو الفيتامين دال وكيف تعرفي او كيف تعرف اعراض وانك مصاب بنقص الفيتامين دال واذا كان لابد وانت عملت الفحص قديش القيمة المناسبة اللي لازم تكون فيها في المختبر والاهم من هيك كيف تعوض نقص الفيتامين دال وترفعه بسرعة من خلال طعامك الطبيعي واللي عملنا استبيان فيه وحطناه في القناة شوفنا مين اكتر بحدا بيستهلك افضل مصادر الفيتامين دال هنحكي عن حلقتنا اليوم عن مكملات الفيتامين دال الاحبوب ليش انت خطأا دائما تاخد جرعات عالية بوصفها اليك طبيبك بتكون سبب في ثبات وزنك اللي زاد بسبب نقص الفيتامين دال وقديش الجرعة المناسبة ومتى ناخده اساسا وايش هو هل تأثير الشاي والقهوة على الفيتامين دال كويس ولا بيزيده ولا بيقلله كل هذا واكتر رح نجاوب له اليوم واكيد بالاخر حنحكي عن اسباب نقصه بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل انت من الناس اللي بتعاني من نقص فيتامين دال وهل انت عم تاخد سبليمنت 65 الف اسبوعي وما عم تستفيد وهذا متوقع وهل انت من الناس اللي بتتعرض لاشعة الشمس خلينا نتناقش تحف في التعليقات اكيد بداية حلقتنا اليوم جيب فنجان قهوة فيها شوية زبدة مع حبة فيتامين دال خلينا نبلش نحكي كل التفاصيل اكيد جيب ورقة القلم خلينا نسجل الفيتامين دال عبارة عن استيرويد هو عبارة عن كوليسترول متنكر هو نفس شكل الكوليسترول مع تحديثات واضافات ميرجنز جديدة يعني بكل بساطة لما انت تتعرض لاشعة الشمس بالاشعة فوق البنفسجية هذي مباشرة بتحول الكوليسترول اثناء جوده جاخل الجلب الى فيتامين دال غير فعال هذا الفيتامين دال غير الفعال بنتقل للكبد وبعدين للكلا عشان ياخد ختم من كلاهما حتى يصير فعال في الكلة لو عندهم مشاكل في الكبد بالكلة بلاحظوا دائما عندهم مشاكل مفرطة في هبوط الفيتامين دال الفيتامين دال وظيفته كتير كبيرة في الجسم فهو بقلل مقامة الانسولين وانخفاضه حيرفع مقامة الانسولين وزيد فرصة اصابتك بالسكري على سبيل المثال الفيتامين دال وظيفته في دعم وضائف المناعة عشان هيك كلنا لما صارت فترة الكورونا صارنا ناخد فيتامين دال وكل المصابين أكيد الفيتامين دال وظيفته الأساسية هي عملية مساعدة امتصاص الكالسيوم والفسفور وإدخالهم جوه العظام عشان هيك وجوده ضروري عشان يقوي صحة أسنانك ويقوي عظامك ونقصه بسبب هشاشة العظام والكسور وحتى آلام العضلات بالإضافة لدور الفيتامين دال وتعرض لسعة الشمس نهارا إلى دعم عملية النوم بالليل وتحسين المزاج ووظائف الدماغ أما إذا حبينا نجاوب على السؤال هل أنت عندك أو أنت عندك نقص في الفيتامين دال أو لا بكل بساطة احتمالية 90% أنه عندك نقص فيتامين دال بس أعراض نقص فيتامين دال حتى تعرفها هي بتبلش من عندك انقرق وعدم القدرة على النوم تساقط الشعر جفاف الجلد بكون عند الشخص هذا ألام في العضلات خصوصا متصحة من النوم بتكون عضلاتك بتقلمك بكون في عندك هشاشة في العظام واللي بزيد من فرصة إصابتك بالكسور سواء كان في الحوض أو في عضلة الفخد أو في الرجل بشكل عام لما يكون الضغط عندك بالإضافة لارتفاع مقاومة الإلسلين وزيادة الوزن بالإضافة للإرهاق العام ما بدل تصحى من الدخط صباحا وبصير عندك اكتئاب مفرد دائما هيك ما بدك ما فيه إيه دافع إليك تعمل أي شيء بالحياة وإذا كان المصاب في نقص فيتامين دال طفل فالأطفال والرضع ولما يصيروا يمشوا بتلاقي أنه صار فيه عندهم تقوص في رجولهم بسبب نقص الكارسون عندهم في العظام من سمير ريكت وإذا بك تتأكد من كلامي أي مختبر بتفحص فيه افحص الفيتامين دال وتطلع القراءات إذا كان عندك الفيتامين دال أقل من 30 نانو جرام لكل مل فإنت عندك نقص حاد في الفيتامين دال وبيجينا مرات بالعيادة بكونوا حتى 7 هلأ إذا بدك تعرف أنه إذا كنت من 30 إلى 50 بتكون ماشي حالك يعني أنت ما عندك نقص كتير بس مش توضعك مش تمام إذا أنت فوق 50 إلى 70 هذه المرحلة اللي هي الأوبتيمم إحنا منفضل تكون فيها الفيتامين دال وللأسف نادر منشوف حدا موجود في هذه الخالة بعد 75 إلى 100 هذه المرحلة اللي نشتغل فيها على علاج الناس اللي عندهم ملتبر سكولوسس استصلب الروايحي واللي عندهم سرطانات واللي بدهم يعالجوا أمراض المزمنة والأمراض المناعية فوق المية بتصير عند الشخص تسمم في الفيتامين دال واللي بيقضي الكلاء وبيقضي كل أعضاء الجسم لما يزيد أما الجواب على السؤال كيف أعوض النقص وأرفعه بسرعة كل بساطة بأنك تعمل 3 شغلات تأكل مصادر أغذية طبيعية هنحكيها في الحلقة هلأ كمان شوي بترفع الفيتامين دال من الفيتامين دال اللي موجود داخلها واللي مش موجودة في مملكة النبات اثنين أنك تتعرض لأشعة الشمس وحنحكي كم دقيقة تتعرض خلال اليوم الشغل الثالثة أنك تأخذ سبلمنت مكمل للفيتامين دال وأكيد ما تسمع كلام طبيبك من أنك تأخذ الـ 50 ألف لأنه جرعة الـ 50 ألف هي جرعة سامة أقصى بيقى 12 مرة من الجرعة السامة اللي أنت ممكن تأخذها تحملها يوميا خد الفيتامين دال 5000 واحدة في اليوم لأن الجرعة القصوى اليومية هي 4000 الشغل الثاني لما بتأخذ الفيتامين دال 4000 أو 5000 في اليوم كمية الفيتامين كي الموجودة بخضارك كفيلة توازن الفيتامين دال وتعطيك اللازم فبقتيها مافي داعي تاخذ الفيتامين كي أما الجواب على السؤال وين بقدر ألاقي الفيتامين دال في الطعام وقدش بلازم أشتهلك يوميا فإنت عادة كأجسان بالغ عاقل بدك تستهلك بحدود الـ 600 وحدة دولية من الفيتامين دال في اليوم الأطفال 400 بينما الكبار في السن فوق السبعين سنة بدهم 800 وحدة دولية يوميا هذا إذا كان الفيتامين دال كويس حتى يحافظ عليه هلا إذا نشوف إيش المصادر اللي ممكن تاخدها من أكلك فالمصادر النباتية حطها خارج القائمة يعني الورقيات ممكن تاخد منها فيتامين كي لكن الفيتامين دال ما رح تلاقيه لا في الفواكه وأكيد مش في الخضار لما بدك تاكلها وحتى تاكلها من المصادر أول إشي الأسماك فمعظم الفيتامين دال اللي ممكن تاكله خلال نهارك موجودة في أسماكك منتجات البحر فالسلمهم بيجي على رأس القائمة حتى الميتة جرام منه بيحتوي على 550 ميلي جرام أو وحدة دولية من الفيتامين دال يعني تقريبا بيسكر احتياجاتك بميتة جرام فقط هلا إذا كان هذا السمك اللي هو السلمون مصيوب من البحر والد كوت يعني مش مزروع بمزارع بوصل لتزعمية وحتى ألف إذا نروح للخانة اللي بعده السردين والتونة سواء كانوا معلبين أو فرش فالميتة جرام من السردين أو التونة بيحتوي على 220 ل250 وحدة دولية من الفيتامين دي في العلب الواحدة أما إذا نروح على الكودليفر أويل اللي هو زيت كبد الحوت فهو بترقص القائمة حتى المفروض كان نحكيه قبل السردين بيحتوي المعلقة الطعام الواحدة يعني 15 مل منه على 450 وحدة دولية يعني 80% من احتياجك اليومي يعني معلقتين بتسكر احتياجك اليومي من الفيتامين دال إذا نروح للطعام الشعبي اللي بيحبوه كل الناس اللي 60% من اللي عبوا الاستبيان بيستهلكوه بشكل يومي اللي هو أكيد البيض البيضة الواحدة بتحتوي على 37 وحدة دولية من الفيتامين دال اللي بتكون تعتبر اشي كتير قليل من احتياجك اليومي يعني بتوصل 5% فقط من احتياجك اليومي إذا كانت هذه البيضة عضوية يعني البيض هذا جاي من دجاج بتعرض لأشعة الشمس فبتتضاعف كمية الفيتامين دال فيه من 3 لأربع اضعاف اللي قلنا الاربعين اللي حكينا عنها اللي بيشبه البيض في احتواءه للفيتامين دال أكيد الكبدة مليانة بالكوليسترول وهي أصلا من مصنع الفيتامين دال في الجسم فبتلاقي فيها تقريبا في كل 28 جرام من الكبدة في 37 وحدة دولية من الفيتامين دال وأخيرا الزيت الحر بمتاز أنه هو المخزن للفيتامين دال الزايد عن حاجة الإنسان أو حاجة الحيوان اللي بتعرض لأشعة الشمس وبيزداد عنده الفيتامين دال وين بتخزن؟ أكيد داخل الدهون فبالتالي استهداكك للـ 100 جرام من الدهن الحر فيه تقريبا 137 وحدة دولية يعني معلقة الطعام فيها بحدود 10 لـ 15 وحدة دولية من الفيتامين دال أما الجواب لعشاق الشاي والقهوة أنه هل بي مبنع السربك للشاي والقهوة من امتصاص الفيتامين دال؟ الفيتامين دال ذائب بالدهون يعني استهلاكه مع الزيت بيزيد من امتصاصه لكن ما بتأثر سلبا لما بتشربه بالشاي أساساً التنشيط اللي بيصير لما بتاخد الشاي والقهوة للكبد بيزيد من عملية الاستفادة من الفيتامين دال اللي انت عم تاكله أو عمالك بتمتصه حسب الدراسات هلأ اسجواب على السؤال أنه متى أفضل وقت أخذ المكمل تبع الفيتامين دال؟ مكمل الفيتامين دال إذا بيكتاخده أفضل وقته إليك تاخده خلال النهار يعني مش ليلاً خلال النهار مع وجبة الغداء أو وجبة الإفطار ممكن تروح مع وجبة العشر إنها إذا كانت هي الوجبة الأجسم لأنهم فيها زيت بس أكيد مش قبل النوم لما أنت بتاخد الفيتامين دال ضروري تكون مع وجبات دسمة حتى يتم انتصاص هذا الفيتامين أحسن وإذا بداخدك تاخده صباحاً ممكن تاخده مع علاقتين زيت زيتون حتى تسرع من امتصاصه لأنه زيت الزيتون بدوبه وامتصاصه سريع في الأمعاء وقبل ما نروح عن أسباب اللي بتخليك الآن عم بتعاني من نقص الفيتامين دال خلينا نحكي عن قديش في الوقت اللازم الضروري تتعرض فيه للشمس يومياً حتى تمتص الفيتامين دال بطريقة طبيعية طبعاً أفضل وقت تتعرض فيه في الأشعة اللي هي قبل الظهر هذه الأشعة القوية وتكون فترة قصيرة يعني ما بتنطيجيك تضربة شمس خصوصاً لأهلنا للساكنين في الخليج وإلا مع الرطوبة الوضع نار 10 ل 35 دقيقة كفيلة أن تعطيك كل حاجة تكمل الفيتامين دال لكن بشرط لازم يكون الوجه والرقبة مكشوفين وتكون على الأقل الذراعات مكشوفة لأشعة الشمس غير هيك من وين بده الجلد يتعرض للشمس اللي يصنعلك الفيتامين دال الشغلة الثانية ليش أنت عندك حالياً نقص في الفيتامين دال من الناس اللي أكثر عرضه نقص في الفيتامين دال أكيد كل الناس وأهلنا اللي عايشين في أوروبا وشمال أوروبا هدول دائماً بتعرضوا لما في شمس عندهم فالإكتئاب عندهم عالي جداً هدول اللي عندهم نقص في الفيتامين دال فلازم دائماً يأخذوا سبليمينة الفيتامين دال إذا انت من الناس اللي عندك إعاقات بالعمعاء يعني اخترت أن تعمل جاستريك بايباس أو عندك سيليك ديزيز بسبب الخبز اللي أنت عم تاكله أو عندك مرض كرونز اللي هو في التقرحات في القولون فأكيد عندك نقص في الفيتامين دال بسبب سوء الامتصاص إذا انت بتردع طفلك رضاعة طبيعية فما في فيتامين دال نهائي رح يأخذه إلا من أشعة الشمس وانت ما بتعرضي لأشعة الشمس نهائي فلازم تعطيه سبليمينة للأشعة الفيتامين دال اللي بوصيك إياه طبيبك أما إذا انت من الأشخاص اللي عندك سمنة وعمالة وبزيد وزنك مع الوقت فاعرف انه انت عمالة بتمنع جسمك يستفيد فيتامين دال لأنه كل ما فيتامين دال يتصنع في الكبد بتغطف الدهون وبروح على منطقة التخزين بالإضافة للناس اللي ما بيأخذوا حاجتهم من فيتامين دال زي الأشخاص النباتيين يعني ما بيأكل لا سمك ولا بيض هدول الأشخاص ما عندهم أي مصدر مصادر للفيتامين دال اللي ممكن يأكلوه ويستفيدوا منه فأكيد سنخفض عندهم وبس الفيتامين دال ناقص عندهم ضيف عليها بيتولف ضيف عليها زينك وحديد عشان يكون لازم دائما ماخدين كل أنواع المكملة وأخيرا الناس اللي عندهم الكبد الدوني وأمراض الكبد وأمراض الكلة المزملة هدول دائما وكون عندهم نقص في فيتامين دال لأنهم هم مصنع الفيتامين دال بعد الجلد بنهاية حلقتنا اليوم اكتبوا لي بالتعليقات هل بتعالي من نقص فيتامين دال؟ وهل أنت من الناس اللي بتاخد خطأا كمية فيتامين دال سامة اللي هي 50 ألف وتأخدها كل أسبوع وطبعا ما رح تستفيد؟ اكتب لي بالتعليقات إذا أنت عم تاخد جرعات كويسة أو أمتر تعرض لأشعة الشمس دعنا نتناقش مع بعض في التعليقات بنهاية حلقتنا اليوم نشفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره ما تبخل على حالك بينك تنضم للقناة وتكنس إشارة الجرس حتى تأتيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك أكيد عملنا لايك ودعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو انت فاستينك فينت هذا العالم الرائع اللي بضم 130 ألف شخص بعملوا حمية الكيتو بالإضافة أن كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة للتعليقات وموجودة برضو بصندوق الوصف وأكيد بنهاية حلقتنا اليوم تقدروا تتابعوني في الإنستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك وإذا بدك معلومات إضافية كيف تنظف كبتك من السموم حتى يزيد من إنتاج الهتمين داعي اكبس على الرابط اللي هون وبشوفكم بالحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي اشتركوا في القناة